بالبداية بدي حييكم مشاهدينا وين ما كنتوا خصوصا بها السقعات احنا كنا عم نقول انه هايدي موجة سقعة والحرارة تدنت وكمان جاي موجتين نهار الخميس بعرف كتير ناس بالا مزدوط لانه اليوم كتير اتلاقيت اتصالات من مواطنين مش قادرين يشتروا مزدوط عم بيطلبوا يطلبوا بمساعدة لانه مع هذا البرد القارس وسعر المزدوط في ناس بالفعل ما عنده وسيلة للتدفئة اطلاقا وهوضي الناس بحاجة انه كمان حدا انه يساعدهم اليوم انا بدي دوي شوي بالبداية لجمعية صناعي لبنانيين اليوم رح تطلق اخر صرحة الساعة تنتين بعد الظهر وبالتالي كلنا بدنا منحب لبنان نحب صناعته ما مننسى ابدا هذا الشعار اللي اطلقه الراحل مرحوم نائب الوزير وقته كان بزارة الصناعة قيار الجميل يالي يومه قال واطلق انه بتحب لبنان حب صناعته نرجع شوي للانتاج اللبناني للصناعة اللبنانية اليوم هي بحاجة اكتر من اي وقت لدعمه اولان تاني لنشتري لبناني وابلش دايما بالمعلومة بمعلومتنا اليوم بدي اذكر انه صار فيه اجتماع بوزارة التربية ضم اكيد رئيس اللي جان الفاحصة او الامتحانات الرسمية وايضا معنيين مع مع الوزير الشهيب وزير بحكومة صيف الاعمال يالي تم تحديد مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية للشهيدي المتوسطة لبروفيه في 15 حزيران 2020 والسانوية العامة بفروع الاربعة بـ 28 حزيران 2020 طبعاً عم يتركز العمل هلأ على تعويض ايام التعطيل على الطلاب خصوصاً بشمال وعكار وبالتالي ضروري الطلاب انه يحضروا حتى يقدروا نوصل لها الاستحقاق الوطني السنوي ويكون عندهم شهادات رسمية من المسؤول؟ لأول مرة جمعية المستهلك يلي انا صراحة بعرفهم من ايام الاحتاس صراحة يعني من اكتر من 20 سنة بيشتغلوا كمجتمع مدني بتابعوا موضوع المستهلك اللبناني كل ما يتعلق بالاسعار كل ما يتعلق بالنوعية وبهذه الامور فمبارح صدر عنهم بيان بأكدوا في انه لأول مرة من وقت ما اندلعت الثورة ومن وقت ما صدر تعميم رقم 536 عن مصد في لبنان بتاريخ 512 2019 من وقتها لليوم 40% زادت الاسعار خصوصا اسعار السلعة الغذائية وبالتالي هذه الاسعار طبعا عم بيلمسوها المواطني لبنانيين بالسوبر ماركات بالمحلات فيه تفاوت بين محلوة اخر في سوبر ماركت واخرى ولكن فيها نقول انه تزيد الاسعار خصوصا على الامور الاساسية 40% هيدا شي مش مسموح نحنا كنا رفعنا الصوت لمصلحة حماية المسالك وزارة الاقتصاد بالتجارة وقلنا لو ايبك اكيد يمكن اول جواب يقولولنا الدولار اوكي الدولار كتير مهم ولكن هيدا البداعة مشتريه على الالف وخمسمية منا مشتريه على الالفين وعلى الالف وخمسمية واكتر يعني منشريه على الالف وخمسمية بفهم هلأ للاستيراد مواد جديدة اليوم نحنا منطالب مصر في لبنان انه يسهل الاستيراد خصوصا بموضوع الدواء وعمل اكيد عمل اجراء موضوع المحروقات في اجراء اليوم اكيد اصحاب المحطات عندهم شي انه شادرين يتحملوا الـ 15% رح يرفعوا الصوت اليوم وان شاء الله ما يقطعوا البنزين بكرة وبالتالي نحنا اليوم امام ازمة معيشية لانه الناس ما عم تقدر تشتري ابسط الامور لانه غلية 40% عن سعره هلأ جمعية المستهلك حطت بعض الحلول اذا فينا نقول ما بعض رسر معي على الخط دكتور زهير برو دكتور زهير صرت معي رأيي جمعية المستهلك دكتور زهير ايه اهلا يعطيك العافي اهلا اليك ولكل المشاهدين شكرا دكتور زهير من اول ما بدأت الثورة هي ما كانت سبب ولكن الثورة نتيجة اسبابه منها ارتفاع غلل معيشة وغيره 40% مثل معرفة ببيان الصادر عنكم زادت الاسعار وهيدا رقم قياسي مشهده لبنان نعم يعني اللي صار هو تدحرج ابتدأ قبل 17 وتحركنا انا زاك واتبلش الاتصالات الخليوية دخلت السوداء صارت الكروتي تنبع اغلق بحدود 30% يومتا فبالتالي عادي ابتدأت قبل تاني شيء اليوم اللي صار يعني هو حجم غير مشهود بتاريخ لبنان بمعنى انه خذ ثلاثة شهر مع انهيار الليرة وبي يعني جهد مشترك للأسف الشديد من المصارف والصرفين وحاكم مصرف اللبنان اللي اعلن عن افتتاح سوء السوداء فتح البلد على كل هاي الاحتمالات كان من مفترض امام ازمي هذا الحجم اللي هني معهم خبر فيها واللي عم تنزلع شوية شوية بالبلد انه يصير اجتماع للحكومة اتناش كلها لأمور تيقض اجراعات تهدي لأمور بدون ما تصل لأمور لهان اه ما جرى يعني او اهمال او تخطيط مسبع لي اه بين المصارف والحاكم والسلطة السياسية هلا شو هي الحلول اللي مطروحة دكتور نحن طرحنا اربع حلول اساسية اولا توسيع الامن الاجتماعي ليطال مجالات جديدة خاصة للحبوب وكل الحبوب واللحوم والاجبان والالبان ومشتقات الحليب يعني لانه منعتبر هايدي الغزاء الاساسي لللبنانيين وبالتالي يجب مباشرة هذا فتح الاعتمادات من اجله الشي المستورد او الداخلي الدعم الداخلي الى مثل الحليب اللي ممكن يلعب دار يعني الخطاع عندنا وتنميته وتقويته والتركيز على الزراعة فهيدي القرار الاول القرار التاني انه نروح نحو ضرب الاحتكارات فورا لانه هي ورا الغلاء الاسعار اللي معروف لبنان فيه من اكتر من 30 سنة لبنان اغلى بلد بالمنطقة نتيجة الاحتكارات المسيطرة على كل الاقتصاد اللبناني تقريبا نعم عشرين قطاع الجمعية حسبتهم محددين اشتغلنا عليهم تظهر انه هناك احتكارات بهيدي هو هذا اللي بيخلي لبنان مثل ما 30% اغلى بالمنطقة كلها ثلاثة انه الاستيراد الدولي تستلم الاستيراد المواد الاساسية من الست قطاعات اللي حكينا عنها ثلاثة اللي الدولي عملتهم والثلاثة اجداد اللي احنا مقترحينهم من شأن الامن الاجتماعي هاي دي الدولي تستوردهم من اجل تستوردهم بارخص الاسعار ودون ما يشكلوا كلفة لانه هاي مش الربع عند التجار الكبار المستوردين خيالي وهذا مش رأينا لحالنا الاتحاد الاوروبي نبه من هذا الموضوع مسافر الاتحاد الاوروبي الاسبأ حول هذا الموضوع عدة مرات وهناك تجار لبنانيين يعملون في الخارج من افرية انظرونا انه تجارنا اللبنانيين هون يربحوا ثلاثة ضعاف اللي يربحوا التاجر اللي بيبيع ببلدان تانية فهذا الموضوع يجب الزياب نحوه وقطع يد الاحتكارات والغاء القرارة الانون سبعة وثلاثين اللي هو بيحمل احتكارات بلبنان النقطة الاخيرة هي استخدام الليرة يعني الدولار فقط للاستيراد من الخارج وبالمعاملات تنعمل لجني متخصصة ينسحب من السوق كله ونروح نحوض فوترة بالليرة لكل شيء اليوم لازال قائم مطرح ما بتروحي يحسبلك على الدولار كأنه عملتنا الاساسية الدولار وهيدي عملي هامشية ورقية بس فهيدي الاجراءات بالنسبة لنا المباشرة عم بحكي اللي ممكن اي حكومة اليوم تاخد قرارات فيها وتبلش طبقها خلال 15 يوم هيدي لحالة بتخفض الضغط عن الليرة وبيرجع بينتعش الاختصاد وممكن بعدها نروح نحو اقتصاد منتج الفترة الماضية وصلت لهان بقرارات طبقة سياسية حزاب الطوائف مع المصارف يجب الخروج من هايدي المرحلة يعني دكتور زهير انا بدي اشكرك لانه حطيته ايدكن على الجرح وعطيته حلول وهذه الحلول منح حلول كتير مكلفة بقدر ما هي حلول ممكن تتطبق ان شاء الله يكون عنا حكومة بها الـ 24 ساعة مثل موعودية ويكون من اولوياتها تاخد بعين الاعتبار متى وصلتوا الى من حلول هالأزمة المعيشية الخانقة على اللبنانيين عندكم رأم بعرف دكتور تتلقوا عليه كمان شكوى شو هو الرعب حتى نعطيك كمان 01750 650 شكرا لإلك دكتور زهير برو جمعية المستهلك وبالتالي كمان يلي عنده اي شكوى او شي كمان هني مستعدين على 01750 650 باخد اول اتصال اليوم على 0444444 ألو ألو أهلا مستوى تفضل مالام ريباكا نعم نعم بونجور اهلا بونجور انا سمع صوتك بس مش شايفيك بهم يوصل الصوت شو عندك عندي مشكلة معكون حرمتوني من الـ MTV يه 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 هيك اه معرفة نقلت على المعرفة شو تبت واحد قللي بيكلفك 60 ألف وبدك تغير ريسيفر وبدك ابرملك الصحن ومبارش شو وقلت له يا خي انا ما فيها ليونة دوري شو 60 ألف ما معي امشي انا زي ما من معاك قاعد برغوضة بتفرج على التلفزيون بحط الـ MTV ساعة 7 بكنا بشيزة ساعة 12 بالليل لقلك انا تقنياً صراحةً ما ما بقدر فيدك بهذا الموضوع خصوصاً تقنياً ولكن بحكي الـ MTV بشوف إذا كيف انك تتعديني انت ببعرف اللي بدي أسأل كيف الطريقة أوكي لانه تقنياً صراحةً ما بعرف كيف بتصير القصة ما وماني كنت عارفة إذا مدفوعة ولا لا أعرفت خليني أخد اتصال تاني وهذا موضوع من شوف كيف بيتعالج أهلاً وسهلاً فيك يعني أنا عارب الفعل تقنية يعني شو ما جوابت ما رح عارب جاوب بالمسير بحكي مع التقنيين بالـ MTV شو بقولولي وأنا بعطي الجواب باخد اتصال آخر ألو أهلاً بونجور مادام ريباكا بونجور بدي أسألك مادام ريباكا فاتورة تليفون طبع الـ MTV الخلوي نعم بتجيكي ذات الفاتورة نحكيته ولمحكيته كيف يعني؟ يعني معصلاً أنت خطك ثابت خطك ثابت أو أنت بتشتري ثابت ثابت نعم كل شهر بيجيني ذات الفاتورة لا أنقص ولا أكتر ولا أقل نعم ما فيك طلبتش مرة مفصلي لا تشوف أو شي مش طلبة مفصلي بس إنه ما بعرف شو عم بيحكي على التليفون ولا لا اعتراض التلفين تسألتن؟ لا مين بدي تلفين بتلفين لقلي وكي بس أنا صراحةً هن عندهم خط صيخة عندهم خط للشكاوة يعني أي إنسان بيحس في شيء يعني يا زيد يا ناقص الشيء بيقدر يتوصل معهم على الخط بفتكر المية 11 وبيعطيون الرقم بيعطوه كل التفاصيل شو صارف شو عامل شو يعني أنا ما بيقدر ساعدك أنا بيقدر ساعدك إذا حكيتهم وما اقتنعت ولاحظت في غبن وما صلحوه بحكيون ما دمر بك بس أنا واحد من مليون واحد إنه عم بيزات الشيء يعني أنا زي إذا جيت هلأ قلتنوا للأم تي سي ولا أنتو عم بت يعني بدي بدي أنا الشيء أمامي ما بيقدر هيك يقول ولا أنتو عم تجوا تبعتوه هيك رفت يعني هيدا موضوع بيتعلق بحضرتك كمستهلك مع الشركة أوكي هلأ أنا بالعموميات بيقدر أتصل وقول عم في شكوى أنه الظاهر في أندوتروكات أو حدا يراقب نقدر نحكي الوزارة وهيك بس تفوت بتفصيل أكتر ما عندي تفصيل بكل فاتورة هيدا اللي بحب قللك إيه باخد اتصال كمان تاني ألو لأنه مبارح كمان متصلة بالخط السابت عندها إنترنت محدد الإنترنت بستين إذا بعدني متذكر بستين ألف تجوزتون أنا اللي ما بعف بالخط السابت إذا بيبلغوا أنه تجوزتون تبهوا وقال لي عم يتفوتر عليكن بينما بالخلوة بيبلغوا أنه أنتو تجوزتوا المتفق عليه إذا بدكن تاخدوا بدو ينحسب عليكن هالقد يعني من هيك خليكون في تواصل دايما بين الشركة والمستهلك حتى يوضحوا له أكتر يا بيقتنع أو ما بيقتنع ما بيقتنع منقدر نتدخل وإذا بيصير في شكوى وغيره بيخد اتصال كمان قالوا مرحبا أهلا مرحبا كيفك مدام ربك؟ أهلين ماشي الحال كيف صحتيك؟ حمد الله حبيبت قلبي بدي أحكيكي عشي أنا كتير مجروح كتير كتير مشبعي ليه؟ والله العزيم جوزي صروا ثلاثين سنين شوفر تاكسي بيعندو نمران بومي نعم ومضمونين عليها نعم عم بيشتغل عليها ومش الحال هلا كل سنين احنا بتعرفي ما بعرف بيجدد الدفتر بيعملو تجديد للدفتر إيه اسوأ راح ليجدد الدفتر وقالولو ما إلك اسم يا عمي وراح وصار يجي ويروح وبتعفز روف انت اليوم كيف ما في وين ما قلوا اسم بالله؟ ما قلوا اسم بالدقرة قالولو انت ما عندك إلا دفتر خصوصي قالولون يا عمي صاري ثلاثين سنة أنا شوفاه عمومي وعندي مضمون عن مرتب ايه بس مدام ما كان كل سنة يجددها؟ بلا طيب كيف كانت تجدد وبطلت تجدد هلا؟ كانت تجدد عبر المكتب واحد يجي ياخد له هذا ويجدد له يقول له خلص ما يكون هيدا المكتب شي مرة استفادي من الضمان منها ولا شي؟ والله ما بعرف هيك ما بعرف بس إحنا عم تستفيد منها من الضمان نحنا إحنا مضمونين عليها إلنا هاي دي خاص إلنا مدام إذا مضمونين وعم تستفيد من الضمان معناته ماشي هلأ إذا ولا مرة جربته أو عرفته مستفيدين ملكي هذا المكتب كان عم يضحك عليكم وعم ياخدها المصاري وما عم يدفعها ما بعرف إذا هذا مكتب شرعي ولا سمسار ولا يعني عم تفهم علي لأنه لما بتكون إلى 30 سنة وعم تستفيدوا منها النمرة هاي يعني إن كان ضمان ولا الإفادات يا التقديمات اللي بتعطيها يعني أنتم مسجلين بس لا يقولوا لكم لا ما فيه لكم اسم في شي غلط هوني عرفت كيف تركي رقمك منحكيك لنشوف أنتو لأي نقابة تابعين مدام ربيك بس بدي قليك شغلي نعم يعني وبعد ما هذا هلأ ظرنا 3 شهر بيعنا السيارة وطلعنا من الضمان وحالتنا حالي وقالله بيعلم فينا طيب إذا بيعت السيارة يعني ما بقى عندك ضمان لا طيب هلأ شو عم تسألي يعني شو في شي عم بسألك إنه شو في الظلم لحد دوان آه يعني بروح عالدقرة عالدقرة حكومية نحن راح بنبسو زوجة عم بيبدو قدم دفتر وقال له يا عمي أنا صري 3 قال له ما إلا كسر طيب مدام هلأ هيدا صار من الماضي إذا أنت ما عاد عندكم السيارة ولا بقى عندكم الضمان ما بقى نقدر نعمل شي يعني هلأ صرتي إذا لا سمح الله على وزارة الصحة لأنه ما عندك ولا أي جهة دامني ما هيك ما دام ربك أنا بدي وصل شي بدي قولكم نعم نعم تفضلي بدي قولكم إنه يعني شوفي لحد دوان إنه رحنا عدارة حكومية وعم نطلب نحن بحقنا بدفتر اسواق لإلنا صارنا 30 سنة بيقولولك ما في عمي عنا دفتر عنا عنا هذا إثبات 30 سنة صار لي هيدا وين صارت بالنفعة؟ بالنفعة يا عمي أنا مدام عم ناخد وقت ناس مثلي والله مدام لأنه احترق بيتي واحترقت حالي واحترقت يمكن مدام خليك لو لو حكيتيني وقت رحتوا على النافعة قالوا لكم ما في كنا قدرنا بوقتك كنتوا بعد لبعتوا السيارة ولا النمرة كنا قدرنا تابعناها وشفنا شو قضيتها خوفونا مدام خلق هلأ خوفونا ما لازم نخاف هيدا حقنا يعني حقك بدك تخطيه بدك تطالبه فيه لما بدك تدفعه بدك تلاقيه يعني نحنا حقوقنا مش لازم نتغاضى عنه موجودين حتى تنساعدكن هلأ انت عم بتفشي خلقك عم بتصوبه على مطرح ما بعرف شو الصح شو الغلط بقضيتك انت عرفته؟ بوقتك كنا منقدر دغري على دم انتباعه هلأ ما عادت لقلكم السيارة ولا لقلكم يعني هلأ بعتوا هلأ ازا بنرجع الدفتر القديم ما بعرف ازا بتحب منشوف ازا منقدر بعد نعرف شيء بس ازا بتريدي منحكي بعد لهولا انت ما بدي اخد من دور حدا مش اكتر بس هيدا فرصة ازا انت عم بتوصلي صوت فرصة لقول لكل الناس انه ما حدا يتردد يطالب بحقه لا يخاف ولا اي شيء ما حدا يتردد ابدا باخد اتصال كمان قالو قالو اهلا مرحبا مرحبا مادام ريباكة ما قلنا غير الله وانتي اتفضلي نحن بمنطقة بشامون حي كريدلي اوكي صارنا هاي ثالث اسبوع اجوا اجوا ناس هني بقولوا انه الشبكة نقلوا لنا خطنا من خط كان عبيتك خط شو خط كهرباء خط كهرباء اوكي نحن اربع بنايات يعني بالقصح ثلاث بنايات وحدنا جامع نقلونا عخط تاني قالوا لا تتحسن الكهرباء عنكم حكينا معهم مين انتو قال الشبكة نقلونا عخط ما عدنا شفنا هاته اللي تقسوا معا بنشوف الكهرباء بتجي خط كتير قوي خط نايس خط بالمرة ما جاي كل يوم بنحكي عشركة الكهرباء كل يوم بقولولنا اليوم اليوم انتو انتو شركة الكافي اي بعتقد بالمنطقة لا عارفة هني قالوا شركة الكهرباء ما بعرف مين كافي اي مقدمين الخدمين طيب يعني عادين بلا ماي برداتنا ما بتدور لنباطنا ما بتضوي يعني بس منطل لكن قطع عنده لانو خط نايس انجا مدام لحطناها بسيش مدام تركيلي رقمك لارجع احكيك لاخد التفاصيل بدي اخد رقم الشعبة والاي يعني تاخد تفاصيل شوية تقدر احكي مع الكهرباء بالموضوع لان ما بقدر اقلن هيك بحاي باربع بنيات بدي رقم شعبة حضرية بدي كم شغلة اسألكي هون لنقدر نحنا يعطوني جواب شو الموضوع اوكي باخد كمان اتصال الو 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 مرحبا مرحبا نعم اهلا وسهلا اهلا تفضل انا زكريا من عكار اهلا لؤاي نعم صحيح نعم اهلا استاذ لؤاي انت حكيتنا وعم تطلب مساعدة عندك وضع خاص نعم صحيح شو خبرنا شو شو القصة تفضل انا للأسف يعني من السبعة وتسعين اه تلات بالمراض ومعد فيني اشتغل لا شغلي بالعملي نعم وما في حدا معين لأيلي وعندي طفلين اظهار رضع السيغن وصدت الشؤون صدت كذا مصدر اه حكومي ما احد اساعدني وجمعيات عنا ما في الا جمعية واحدة باستسلاء جمعية واحدة باستعدني هي بطراب الاستنابل النور ايدي وحيدي بتقدم لي كل شهر ميت أل نعم اذا كذا كل شي بيجيني وانا مصروب بيتي الشهري حقل الشي بدي ستمية سبعمية أل لا في ملون فرانك يعني ولا عايجيني شي لا بطلب من حضرتكم اذا بتريدو اذا انتو والقايمين اللي يعيس معه الرسالة الانسانية اذا فين كرمين اذا عطفيل وبيلحق نعجر يعني اذا فين يقفوا ما يساعدوني عندك بطاقة زوية احتياجات خاصة ما عندك بطاقة شؤون قدمت مرتان وما عملوا اللي بطاقة لاش ما بعرف قدمت على وزارة الشؤون اجو عالبات لعندي مرتان ثلاثة يقدم طلب يقولولي شهران ثلاثة بتجيك بطاقة التموين والاستشفى وما يطلع لي شي من اي متى هايدي من اي متى اجو اللي سنتان بيجول عندي اني وما يطلع شي لاش مبارا بسأل وزارة الشؤون بيقولولي المصدر عنكن هو المركز عنه بسأل المركز بيقولولي انت مقدم مرتان طيب بالنظام قدم مرتان اكسوا مرة الكمبيوتر انتو موجود عن كل اكسوا مرة وخلوا مرة بس اني ما عايس يساعدوني لاش لانه ما بريضهر يحكي فيني تركليك رقم تليفونك نحطه على الشاشة اذا حدا بيتواصل معك ويساعدك اديش رقمك ادي رقمك ادي رقمك استاذ زكريا تتة وسبعين نعم خمسمية وسبتعاش اوكي تلاتي سفر ستة اوكي استاذ لقاي فازم اهلا وسهلا فيك انا احنا خلال الحلقة بعد نرجع منحط كمانا الرقم على الشاشة لانه لازم وقف هلق مع الاعلان وبعده منتابع صورة اليوم اخترنا هالصورة الكتير مهمة نقيب المحامين استاذ ملحم خلف لما رد اعتبار احد المحامين مسأل عن العمر بادر مسأل عن اعتبار وهذا نموذج مفروض يكون بكل حياتنا اليومية والعملية والمسؤولية الملقاة على اي انسان انه نحترم اولا الاستاذ هو محامي بنحترم كمان بنكون ليه بسروب المحامات يعني عم بيحكي بالعدالة اتنين العمر كمان له حق وبرنا نحترم العمر وان شاء الله الكل بيكبروا وبعتقد اللي عمله الاستاذ ملحم خلف نموذج يقتدى به بأعتيكم الموعد بكرة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة